كنا عايزين نعرف يعني هل درجة الحرارة المرتفعة دي لها تأثيرها ايه على الجسم كله بشكل عيني؟ شكرا سيادتك شكرا لقناتنا العزيزة تين وكل الزملاء وكل سنة وكلنا طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد وألف مباروك لمصر المديريات الستة الذهبية مبارح وفي ريال أشرف الذهبية حاجات كلها حلوة وجميلة في وسط الحر الصعب دوت ربنا يوفق ولادنا كلهم طبعا الموجة الحر الحر وخصوصا هذه الأيام الرطوبة العالية وخصوصا هذه الأيام المشاكل الفضيعة الصحية والنفسية اللي ممكن أنها تنتج عن الحر نفسية وصحية يا دكتور آه لأنه ليه؟ لأن درجة الحرارة اللي موجودة دلوقتي وكل سنة بتتفاقب على العام اللي قبله وقلنا الكلام ده من بدايات الموجة الحر على العالم كله في اللقاءاتنا مع زميلنا كلهم في جميع الميديا في خلال 25 سنة اللي فاتوا أنه العالم بيتغير للأسوأ من ناحية درجة الحرارة الحرارة العالية جدا صيفا والبرودة الشديدة جدا في بعض الأوقات القصيرة من الشتاء المسكين وهنا ده موضوع خطير لأنه العالم غير جاهز دي العالم طول عمر متعارف على أن فيه مناطق اسمها مناطق البردة المناطق المتوسطة الجو المعتدل الجو الحار مناطق الاستوائية جمل كده كنا حافظينها لما نسمع الحتة الفرغانية نقول أحر الحتة الفرغانية آه برد بس إحنا إيه بنتفرج ونشوفه بس لا بقى الوقت بداية تتسعي إحنا كمان فالمناخ في مصر بقى أكد على مصر لأن إحنا من مصر ونتكلم من مصر أصبح متغير والحرارة العالية بتاعت الجو بقت حرارة محتاجة إن إحنا نفهم نتعامل معها إزاي لأن في منها مخاطر صحية خاطرة جدا لكل الناس في مختلف الأعمار صغار وكبار حدش ما عافي منها أبدا والمشاكل دي ممكن إنها تؤدي إلى مشاكل في الحياة نفسها يا أه طبعا إزاي ما في نفسهم عبرها عايشة في الحر أه بس الحر اللي كانوا عايشين فيه كان لهم وسائل بتعاملوا معها من ناحية مثلا الدول الخليج التكييف مش عارف إيه محدش بيخرج خالص من بيوته بينطلق من العربية على المورة على الشقة إلى حد ما لكن الشعب المصري غير كده الشعب المصري طول النهار في الشارع طول النهار بيتحرك عندنا والمواصلات والحاجات دي كلها والزحام والتكدس يعني حدس ولا حرج ودي طبيعتنا إحنا 110 مليون مش 13 نفر بقاعدين في حارة فهنا الكلام مهم جد الحرارة زيادة جدا في الجو دلوقتي ابتلت تبقى معها أعراض الناس فهم أنها أعراض عادية أو أعراض الأمراض تانية وده الخطير زي إيه الحرارة العالية عندما تعرض الحرارة العالية في الجو وكلنا بتعرض لها إذا أحملنا الإجراءات الوقائية اللي هنقول عليها هنلاقي أن فيه أعراض من التعب السريع الإجهاد السريع مفيش قدرة على التفكير بشكل كويس إرحوق عصبي ومش قادر يتكلم عمال يقوم ويقعد ممكن يقع في الشارع ممكن أنه هو يحس بأنه عنده أزمة قلبه وها مش أزمة قلب ممكن يحس أنه هو فيه مشكلة لقدر الله ويبتدي يبقه ويروح للشماعة بتاعة كورونا اللي الناس بتعلق عليها الكلام كله والدكتور ممكن كبان يكون تايه معاه والدنيا كلها تغرق والمريض يؤتفقم حالته من ضربة السخنية أو الحرارة أو الشمس وممكن أنها في الأخير تتلف المخ بتاعه ويبقى فيها لمنطقة الليها رجعة والقدرة اللي يموت منها